إنا عاملون بالكتاب الحق إنا مؤمنون نرتضي قولا حكيما طيبا إننا لله دوما خاشعون قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك قل المريض نجى وعوفي بعدما عجزت فنون الطبي من عافاك قل الوليد بكى وأجهش بالبكى لدى الولادة من الذي أبكاك قل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من الذي يرعاك وإذا ترى بطون النحل تقاطرت شهدا فقل للشهدي من حلاك وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا الذي بالسموم حشاك واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك الله الله في كل الأمور جميعها إن لم تكن تراه فإنه يراك مشاهدين الكرام مستمعين العزائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج إنا عاملون نرحب بحضرتكم ومع نرحب ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالي من علامة وسطة العقد فضلة الشيخ محمد حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله كيفكم يا شيخنا حياكم الله هتعبتنا يا شيخ في الحلقات المنصر عزك الله ربنا نعرف زقنا التقى والصدق يا رب يا رب يعني أعلم أنك تريد راحة نفوسنا لا إتعابها لكن هي دائما هكذا لابد أن تفيق وأن تغسل ذنوبها بدموع التوبة والأوبة والنوبة إلى الله والعودة إليك سبحانه وتعالى وفيها برامج كاملة تقام حقيقة بعدما بيانت لنا أنها الهدف من العبادة هو التقوى وتوقفنا في اللقاء المنصرم عند حق التقوى وقلنا سبحانه وتعالى أن يطاع الله سبحانه وتعالى فلا يعصى واحدة فقط ذكرنا بملخص لما مضى ثم ندل في الحوار معكم بإذن الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أشمعين وبعد فلازلنا مع النداء الثالث عشر من نداءات القرآن لأهل الإيمان في الآية الثانية بعد المئة الأولى من آيات سورة آل عمران ألا وهي قول الرحيم الرحمن لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولازلنا مع تعريف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لحق التقوى إذ يقول حق التقوى أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر فالتقي طائع للرب العلي هل معنى ذلك أن التقي لا يزل والجواب كلا كلا فالعصمة قد دفنت مع المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد يقع التقي في المعصية بل في الفاحشة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين طيب عد معي كذا الذين ونفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة الله كأن التقي قد يفعل الفاحشة قد يفعلها ما الفرق إذن بين التقي والشقي الفرق بين التقي أحسنت أنه إن ذكر الله تذكر فبكى وارتجف قلبه واقشعر جلده وجدد الأوبة والتوبة ورفع قدمه من بؤرة المعصية وجذب ثيابه من أشواك الذنوب وأعاد غسلها وتطيرها بدموع التوبة والأوبة والندم وعاد إلى ربه طارحا قلبه بذل وانكسار بين أدي معترفا بتقصيره ومعترفا بجرمه وجنايته قابلا منه السطر والعفة والرحمة والمغفرة الله أكبر هذا ديدا وشأن التقي هذا شأن التقي ومن لم يفعل فليس بتقي ومن لم يفعل فليس بتقي معيار جيد معيار جيد أن يطاع فلا يعصى أن يطاع فلا يعصى فإن عصى الطائع التقي فليجدد التوبة والأوبة كما قال النبي لمعاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة لأنه يعلم أن هذا التقي قد يقع في المعصية نعم فأخبره صلى الله عليه وسلم ودله على الطريق على النهر الذي يطهر منه ومن خلاله وفيه أدرانه وذنوبه أي أن كانت المعصية أي أن كانت المعصية ولو كانت كبيرة من الكبائر بدليل أن الله جل وعلا ذكر في قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم وجماهير المفسرين إذا ذكرت لفظة الفاحشة في القرآن فإنما يريدون بها الفاحشة الكبرى ألا وهي الزنا الله أكبر وممكن يقع التقي في الزنا يقع التقي في الزنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله مع أن فضلاتكم أصلتم في صدر هذه الحلقات بأن التقوى أن يوجد لنفس أن يوجد المرء لنفسه وقاية بينه وبين غضب الله هذه التقوى المطلوب من التقية أن يحققها بانتثال الأمر واجتناب النهي ليجعل بينه وبين صخط الله وغضبه وعذابه وقاية لكن هذا لا يمنع التقية إن زلت قدمه أو ضعفت نفسه في وقت من الأوقات أن يقع في معصية ولو كانت كبيرة من كبائر الزنا إذن لا يظن أن الظن كائنا ما كان أن يقع في المعصية أبدا قد يقع في المعصية لا يوجد بشر على وجه الأرض محكوم له بالعصمة بعد الرسل والأنبياء صلى الله عليه وسلم أقول دوما دفنت العصمة إلى قيام الساعة يوم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن لا نحكم بالعصمة لأحد بعد النبي ولا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون إذن أن يطاع فلا يعصى فإن عصى فليجدد الأوبة والتوبة طيب وأن يذكر فلا ينسى هذا هو الحق الثاني من حق التقوى أخي الحبيب محمد لا يمكن أبدا أن يغفل التقي عن ذكر ربه العليم لا إله إلا الله هل يغفل أحدنا عن ذكر الله؟ هذا المقصود بذكر الله لا إله إلا الله؟ جزاك الله خير والله هذا سؤال بديع جزيط خير وكان واجب الطرح بارك الله فيكم لأن البعض قد يتصور أن الذكر هو أذكار الصباح والمساء أو أذكار الصلوات كلا الذكر أوسع مدلولا من أذكار الصباح والمساء كل حياة المؤمن ذكر لله جل وعلا إن صحح النية وكان عمله للدين أو للدنيا موافقا لهدي سيد البشرية نعم صلى الله عليه وسلم هذا تأصيل الفغات الأهمية جميل قل مرة ثانية كل حياة المؤمن ذكر لله جل وعلا إن كان في عمل للدين والدنيا ما دامت قد صحت النية وكان هذا العمل موافقا لهدي سيد البشرية صلى الله عليه وسلم هذا هو الذكر بمعناه الواسع الشامل يعني أن نعمل لله أن نعمل لله وننم لله أيضا وننم لله ونأكل لله ونشرب لله ونتزوج لله ونتزوج لله ونحب لله ونبض لله وندخل لله ونخرج لله ونقوم لله ونقعد لله ونتنفس لله ونصمت لله قل إن صلاتي ونسكي يعني وذبحي طيب هنفضل نفصل كل اللي أنا قلت ده لا يأتي القرآن ببلاغته ومحياي ومماتي بكل ما تتضمنه الكلمتان من معنى ومحياي ومماتي محياي بكل ما في الحياة من معنى ومن جزئيات لا إله إلا الله لمن كل هذا لمن لله رب العالمين لا شريك لا وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إذن نحن مأمورون بأن تكون الحياة لله أي نعم ليس تفضلا منا ولا ياذ بالله لا حاش لله حاش لله بل ولن تسعد في الدنيا والآخرة إلا إذا كانت حياتك لله جل وعلا لكن قد يقول قائل مثلا يعني الإنسان يتزوج لله يأتي شهوته وهي لله سبحانه وتعالى وقد بعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك أنه في لله وأن عمله طاع ويؤجر عليها وأنه يستمتع بمرأته وقد بينا قبل ذلك حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن أهل الفقر أتوا رسول الله وقال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصمون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم فقال بأبي وأمي وروحي أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدق ما هو البضع؟ الجماعة لغة هذا معنى نعم لأن البضع لهم معنى هذه في اللغة نعم البضع بمعنى موضع العفة ذاته وبمعنى الجماعة نعم وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله آياتي أحدنا شهوتة شهوتة فيكون له فيها أجر قال أريتم لو وضعها في الحرام أكون عليه وزر قالوا بلى قالوا ولو وضعها في الحلال فله فيها أف لا إله إلا الله ماذا بعد ذلك؟ إذا الدين جميل شيخ محمد ما ليقولوا الدين صعب التكاليف صعبة يعني معذرة الاستطرات جانبية يقولوا التكاليف صعبة ما نستطيع أن نصنع هذه التكاليف أنا أوافق على من يقول ذلك أوافق من يقول بأن التكاليف صعبة ما توقعت هذا؟ لماذا توقعت الرد؟ لأن امتثال الأمر واجتناب النهي يسير على من يصره الله 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 جيد رح تقلبي ربنا جل وعلا يقول لنبي كريم من أنبيائه يا يحيى خذ الكتاب بقوة 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 التكاليف تحتاج إلى قوة وتحتاج إلى همة وتحتاج إلى إرادة وإلى عزم وإلى صدق نعم ليس كله أحد إذا فيها مجاهدة لابد من المجاهدة حتى لا نقلل من حجم التكاليف وحتى لا نقلل من شأن هذه الأمانة الثقيلة التي عجزت الأرض والسماء والجبال عن حملها وأشفقت هي التكاليف نعم أم العقل لا 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 يقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال ابن عباس الأمانة هي الفرائض قال أبو العالية هي ما أمر به وما نه عنه قال الحسن وهو أبلغ التفسيرات عندي الأمانة هي الدين فالدين كله أمانة الله جميل إذا الأمانة صعبة صعبة ثقيلة أولا ما يقول ربنا لنبينا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة آه مش خفيفا ولا هينا وإنما لا يحمل هذه الأمانة إلا الرجال الذين يحتاجون إلى مجاهدة وإلى مصابرة وإلى صبر يا أيها الذين من أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله الأمر يحتاج إلى صبر وإلى مصابرة وإلى مرابطة وإلى تحقيق للتقوى وإلا فلن تستطيع أن تمتثل الأمر وأن تجتنب النهي وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله صحيح أحسن صلى الله نعيننا على ذلك يا رب يا رب قد يقول في يعني أن يذكر فلا ينسى إذا نقعد نذكر ربنا ونقول الأدعية والأذكار والقرآن الكريم ولا نعمل ولا نذهب ولا شيء أظن أنني قد بينت الآن أن الذكر أوسع مدلولا من أذكار الصباح والمساء نذكرها بالطريقة على الأقل لا بد أن نعلم أن الحياة كلها ما دامت لله جل وعلا منضبطة بشرع رسول الله فيا ذكر لله سبحانه وتعالى هل قلت لي قولا بليغا قصيرا وجيزا حتى أخلص النية لله في كل أعمالي وفي كل حركاتي وسكناتي سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حياتك كلها له فسؤالك لله هذا السؤال الدليل على إخلاصك وصدق نيتك الله أكبر نعم جيد إذن ماذا يقول مشاهدون الكرام حتى تكون كل حياتهم لله سبحانه وتعالى اللهم اجعل حياتنا كلها لك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله اللهم اجعل حياتنا كلها لك جميل ويسير وخفيف يخلص النبي جدا تكفي مرة واحدة أم كل يوم يردده والله لا حرج دعاء يكثر منه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان والشاهد أن الذاكرة لله سبحانه وتعالى تقي بل كل ما أكثر من الذكر بمعناه العام ومعناه الخاص ذكر الصلوات ذكر الصباح ذكر المساء لو مقصوبة أعلى بذكر الله تطمئن القلوب قراءة القرآن وذكر الله وأفضل الذكر لا إله إلا الله الصلاة على سيدنا رسول الله التسبيح التهليل التكبير الحمل أخي الحبيب قد تمضي في سيارتك أنت وأنت في ذهابك وإيابك أكثر من ثلاث ساعات صحيح وغيرك قد يمضي أربع ساعات لماذا لا نوظف هذه الساعات في الذكر وأنت تقود سيارتك أين لسانك وأنا أود أن أقول بأن الذكر له مراتب ذكر اللسان وذكر القلب وذكر القلب واللسان وهو أعلى مراتب الذكر ذكر اللسان ترديد القول أن يذكر لسانك الذكر التسبيح والتهليل والتكبير حتى ولو لم يحضر قلبك فأنت مأجور أيضا مأجور نعم الله أكبر هذه بشرة لإخواني والله جيد لا يشترط حضور القلب مع ذكر اللسان لا يشترط حضور القلب مع ذكر اللسان لتحصيل الأجر الأجر ثابت الأجر ثابت لكن إن سألتني عن أفضل وأعلى مراتب الذكر أقول لك ما واطأ القلب اللسان وما واطأ اللسان القلب أن يوافق اللسان القلب وأن يتفق ويحضر القلب مع اللسان هذه أعلى مراتب الذكر يبقى الذكر ذكر اللسان والذكر في النفس طب يعني قد يقول قيل مع ذلك لنهبط من علياء فضيلتكم إلى الواقع الذي نعيش فيه هل الذكر يحل مشكلتنا المعصرة؟ إيه ورب الكعبة يحل المشكلة الاقتصادية؟ إيه ورب الكعبة والأمراض المستعصية؟ إيه ورب الكعبة كيف؟ ما الدليل؟ ألا تعلم أن هذا الذي تعطل عن العمل والإبداع والإنتاج ما تعطل هذا التعطيل الكلية لعقله وقلبه وجوارحه إلا لهم ملأ قلبه؟ أكيد وإلا لإشكال حطم فؤاده؟ صحيح وإلا لألم نفسي فت تكبده؟ وافق إذا أردت أن تقف على علاج لهذا المهموم المكتئب وأنا أؤكد لك على الهواء مباشرة في هذا البرنامج أن المرض الثاني على وجه الأرض هو مرض الاكتئاب هذا صحيح كما قالت منظمة الصحة العالمية نعم هذه آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية هل تعلم أخي الحبيب أن هذا الاكتئاب وهذا الهم الذي يعطل الملايين عن العمل ويشل حركة العقل عن التفكير فضلا عن الجوارح عن أن تغطوه وأن تعمل هل تعلم أن علاجه ذكره ربنا جل وعلا في آية ولا يستوعب حلاوة هذا الدواء إلا من عرف من ينادي به سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا ألا بذكر الله أطمئن القلوب الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أطمئن القلوب فلا هم ولا غم فلا هم ولا غم ورب الكعبة لا إله إلا الله ورب الكعبة صادق لا يزول الهم والاكتئاب والقلق والاضطراب والضنك والضيق والحزن الذي يحطم الآن لا أقول قلوب وعقول بل وأبدان الملايين على وجه الأرض صحيح لا زوال له إلا بالطمئنينة بذكر الله والألس به حتى القرآن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وتأتبأ البشرى الأخرى وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون طب أنتم من أنتم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم جل جلال إذن أخي الحبيب الذكر أن يذكر فلا ينسى يعني من هذا الفهم من هذا المطلع لكن قد نقول شغلتنا أموالنا وأهلونا يقينا تشغل الأموال يقينا ولذلك ربنا حذرنا من ذلك قال يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أحسن لا لا تلهكم عن ذكر الله ما تشتغل بالمال واشتغل بالأولاد وانشغل بالتجارة وانشغل بكل شيء بس لا ينبغي أن تكون ملهاتا لك عن ذكر الله جل أعلا إذا نودية للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يعني لا نترك التجارة ونترك المال ويخلف الله علينا ويويسر أكثر مما نتوقع في الوقت الذي تؤدي فيه حقه جل وعلا وعد مباشرة إلى عملك بدليل قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتقوا من فضل الله طب مع أن عاملون بقى أحدهم يصلي ساعة نعم ويقوم يتوضع شن الصلاة بعدها كمان ساعة نعم بما تقول لهؤلاء أنا أقول له أنت مخالف للقرآن والسنة مخالف للقرآن مخالف للقرآن والسنة من حيث ماذا وإن كنت تزعم أنك بذلك تحقق التقوى فأنت مخالف للتقوى الله أكبر لأنك لا تقضي هذا الوقت الطويل في الوضوء وفي الصلاة الفريضة والنافلة وأنت في بيتك وأنت وحدك فلماذا تضيع وقت العمل تضيع وقت العمل ليس من التقوى بل المحافظة على وقت العمل من تقوى الله جل وعلا وأنا أقول ذلك بأعلى صوت وملء فمي أنصح إخواننا الموظفين جزاهم الله خيرا الذين يحافظون على صلوات الفرائض في أوقاتها في أماكن الأعمال ولا أجيز لأصحاب الأعمال سواء كانت رسمية أو خاصة أن يمنع الموظفين من آداء الصلوات في أوقاتها بدعوى أن العمل سيتعطل لا يجوز لهم ذلك ولا أجيز كذلك للموظفين أن يضيع الوقت بدعوى أنهم يؤدون الصلاة وإنما أخرج إلى الصلاة في وقتها فأدي الفريضة وعد إلى موطن عملك لتؤدي ما كلفت به من عمل وأنت بذلك محقق للتقوى بل لحق التقوى أحسن تبارك الله فيك وأن يشكر فلا يبقى لا هذا لسه في الذكر طيب ضدني لا أنت الذكر هذا مضوع أنا بس إلى الآن ما استدللت على هذا التأصيل بكلام ربي ولا بكلام النبي وأنا لا أحب هذا أنا أحب أن أقف مع بعض الآيات ومع بعض الأحاديث لأبين الإخواني من أهل الإيمان من المؤمنين ومؤمنات قيمة الذكر وحلاوة الذكر وعظمة الذكر كركن من أركان حق التقوى أذكروني أذكركم الله فاذكروني أذكركم حضرتك وقفت مع المعنى ده نقف معك الآن يا الله تصور لو أن سمو الشيخ سلطان الآن حفظه الله ذكرك بخير قال محمد خالد مذيع موفق والله لطرت طرحا وسعادة غامرة بالتأكيد أطير بها في عنال السماء تصور لو أن الذي ذكرك بالخير علي بن أبي طالب لازداد طيري وفارح وسعادة أو أثمان بن عفان الله أكبر أو عمر بن الخطاب تهت أو أبو بكر الصديق أو رسول الله يا الله أكبر لا أستطيع أن أصف كيف لو ذكرك مالك الملك الله تعجز الكلمات تعجز الكلمات فاذكروني أذكركم أنا أصبح أهلا لأن يذكرني الملك أنا أذكر باسمي ويذكرنا الله بأسمائنا بأسمائنا يا أخي يكاد قلبي والله أن ينخلع حين يذهب رسول الله لأبي بن كعب ويقول يا أبي إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة فنسي أبي كل شيء وقال وذكرت أنا عند ربي تحديدا ربنا ذكر اسمي الإقرأ على أبي لا إله إلا الله هذه والله لو جمع أهل البلاغة والبيان ليعبروا عن قدر ذكر الملك الرحمن لعبد من عبيده والله ما استطاعوا ما استطاعوا فاذكروني أذكركم ويقول جل وعلا في الحديث القلسي أنا عند ظن عبدي به وأنا معه إذا ذكرني فيه الله 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 إذا ذكرني نعم وأنا معه إذا ذكرني بصورة مطلقة فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي الله أكبر من أعظم من الله ومن أجود من الله ومن أكرم من الله انظر إلى ذكرك لله تذكر به أنت عند مالك الملك ومالك الملوك في الملأ الأعلى ويذكر الملك اسمك وتعرف الملائكة اسمك ويعرف جبريل اسمك ويلقي لك القبول في الأرض لأنه إن ذكرت أحبك أنت لا تذكر إلا من تحب فإن ذكرك الله أحبك وإن أحبك الله ناده يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه أو فأحبب ويذكر الملك اسمك إني أحب فلانا فلانا ويذكر اسمك يتداول اسمه على الملائكة في الملأ الأعلى وجبريل يذكر اسمك والملائكة تذكر اسمك وينزد إلى آخر الحديث في الصحيحين نود أن يذكرنا الله سبحانه وتعالى الماذا نصنع شيخنا أن نذكراه لا إله إلا الله قال الصادق صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله بل تنبر معي هذا الحديث الرقراق الجميل الذي روه البيهقي والترمذي والحاكم بسند صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلي بالحضرتك من البان النبى والبليغ بيقول إيه ألا أخبركم وفي لفظ ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم الله أكبر وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم كل ده قالوا بالي يا رسول الله ما هو قال ذكر الله لا إله إلا الله ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فالذكر مقام كبير جدا ذلك أنا أنصح نفسي وإخواني ألا أغفلوا عن الذكر نعم أهلين نحيا بها ونلقى بها ربنا ندخل بها قبر كلمة نحيا بها دي جميلة ذكرتني بها والله بحديث في الصحيحين والله يا أخي ذكرتني بنفضة نحيا بحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت فالذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء والغافل عن الذكر ميت وإن ملأ الدنيا ضجيجا وتحرك بين الأعياء لا إله إلا الله أسأل الله إلا حلمنا وإياك لذة ذكره يا رب يا رب أمين يا رب العالم وحلاوة القرب منه إنه لي ذلك والقادر عليه بكفايا على الركم الثاني من أركان حق التطر أن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر الركم الثالث إحنا تحدثنا عن قضية الشكر قبل ذلك لكن أود أن أقول بأن الشكر هل الكفر هنا ما معنى الكفر بداية الكفر ملة أم كفر نعمة كفر نعمة كفر نعمة أن يشكر فلا يكفر فلا يكفر المنعم ولا تكفر نعمه يعني لا يجحد المؤمن والتقي نعم الرب العلي التقي وقاف مع كل نعمة لله جل وعلا وإن قلت وقاف بمعنى ماذا وقاف بمعنى لو أنعم الله تبارك وتعالى عليه فأجر خلي بلك من دقة الكلمات فأجر الله على لسانه تسبيحه وقف عندها وعلم أنها نعمة من أجل نعم الله عليه لا إله إلا الله إذن شكره شكر يستحق الشكر الله يفتع ليك لك الحمد يا ربي على كل نعمة ومن أفضل النعماء قولي لك الحمد حمد أحسن مرة ثانية حتى أستمتع لك الحمد يا ربي على كل نعمة ومن أفضل النعماء قولي لك الحمد الله الحمد في حد ذاتي يستحق الحمد طيب هتقول الحمد لله على الحمد لله الحمد لله الحمد لله على الحمد لله إذن الإنسان دائما وأبدا عاجز عن حمد مولاه والشكر كما بينا قبل ذلك له أركان اعملوا آل داود شكرا ويتأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدا لكم أركانه الاعتراف بنعم الله باطنة والتحدث بنعم الله ظاهرة والاستعانة بالنعم على طاعة المنعم جل وعلا وقليل من عبادي الشكر اللهم اجعلنا من هذه القلة الشاكرة العادلة القلة الكثرة لا تشكر فيها خوف هالكة بنص القرآن لا تجتمع أمتي على ضلال وطالما الناس كلها قالت كده فاحنا مع الركب حضرتك والأغلبية تكسب هذه كلمات الواقع شايف صحيح صحيح الناس كلها شايفة كده لكن الله جل وعلا قرر غير ذلك ماذا قرر ربنا قال سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور وقال جل وعلا وما آمن معه إلا قليل وقال جل وعلا إلا الذين آمنوا عملوا الصالحات وقليل ماهم قليل ماهم فأس الله نجعلنا من هذه القلة الشاكرة العاملة إذن حق التقوى أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر أحسنت هذا جيد بحق التقوى بارك الله فيك إذن من خلال هذا التجوال والتطواف اسمع لي أن أتنفس ربني أكرمك بارك الله فيك ما هي صفات المتقين كان من الحتم اللازم أن يجيبك على سؤالك تقي أنت منهم يا شيخ اللهم اجعلنا منهم والله أسألهم بل يتردل في أذني قول القائل وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداو الناس والطبيب عليله فوالله الذي لا إله أنت تقي بإذن لأن أحسبك كذا وننذكر على الله أحده والله يا أخي أنا سأجيبك على سؤالك والله والله سأجيبك على سؤالك من باب الشعور بالمسؤولية لا من باب الشعور بالأهلية أنت أهل الله يا شيخنا وننذكر على الله يشهد لك القاصة والداني حقيقة الله يجعلنا كذلك مسترنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين الله مسترنا في الدنيا والآخرة يا رب أمين ووفر لنا كثيرا مما لا يعلمون يا رب العالمين أقول القاعدة الأصولية تقول من عدم الماء أتيمم بالتراب فاجعلني ترابا إن فقدنا الباء لا إله إلا الله صفات المتقين لينظر معنا مشاهدون الكرام ومستمعنا العزاء هذه الصفات تنطبق أم لا ومن لا تنطبق فيه صفة فانتفت عنه صفة من صفات المتقين الله يكزيك خير هذا هرم بديع ودقيق ودقيق وجميل نسير معك الصفات المتقين في القرآن كثيرة نعم في القرآن في القرآن إذن قطعت جهيزة قولة كل خطيب الله يفتعليك أنا وأكد لك هذا الجواب بكلمة أخرى قد تسعد بها وأنت متذوق لحلاوة اللغة إذا كانت الحكمة العربية القديمة تقول من أخصب تخير فإني أجدها تنقلب علينا في الصفات المتقين وأقربها من أخصب تحير تحير ليس تخير ليس تخير لفظة جميلة أخصب تحير تحير صح فصفات المتقين في القرآن كثيرة نبدأ بصورة البقرة لا حرج بصدرها يقول ربنا جل وعلا ألف لهم مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين طيب من هو المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون تبدو تحتك كم حلقة يا دا حياة موضوع دا حياة بالقطع طيب لكن أخذ في البقرة ذاتها آية جميلة لا يمكن أبدا أن نغيب عنه نعم شوف ربنا ذكر كم صفة في هذه الآية فقط آية واحدة كثير ليس البر أن تولي وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القربة واليتامة والمساكين وبين السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاب الصلاة وآت الزكاة والبوفون بعديم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون لا إله إلا الله كل هذه الصفات ممكن بعد أن نسمعها مرة ثانية لنسمعها مرة لأنها صفات في المنتهى الخطورة بسطة يراجع كل منها نفسها ما دي تاخد ثلاثين حلقة يا دوب دي تاخد ثلاثين حلقة والله لا أبالك صح صح والله لا أبالك كل صفة من هذه تحتاج إلى حلقة واثنين صح صح ليس البر أن تولي وجهكم قبل المشرق والمغرب لا إله إلا الله باسمعها آية البر الجامعة آية البر الجامعة آية البر الجامعة أيوة عنوان آية البر الجامعة في القرآن وانا أفكر فعلا أن أجعلها برنامجا لرمضان من الرمضانات انقدر الله البقاء واللقاء آية البر الجامعة بارك الله في عمرك وعملك ليس البر أن تولي وجهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القرب واليتام والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقل ويقول ما يقرب من ثمان عشرة صفة للمتقين في آية وحدة في آية وحدة ويقول جل وعلا في آية ذكرتها الآن في آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربيكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وخل بقى الجزاء بعد كده أحسنت هذا برنامج باسم المتقون المتقون أي والله أحسنت هذا كلام يكون مع بإذن الله تعالى حتى أستمتع باللقاءة أنا معكم شاء الله المتقون إذا مشاهدونا انتظرونا مع المتقون وفضلة الإمام محمد حسان هذا برنامج لي والله يا شيخ محمد والله يا أخي والله أنا أقسم بالله سمعني على تكرار قسم أنا لست إماما ولست عالما ولست علامة وأنا ورب الكعبة أنت تقول هذه الألفاظ وهي تخلع قلبي ولا أوافق عليها أشهد الله وأنا لا أقول ذلك من باب التواضع ولا من باب التجمل وربي وحده الذي يطل على قلبي والله يعلم الصادق من الكاذب بل أنا أردد ما رددته لك قبل ذلك أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لقيت من عوجي فإن لحقت بهم بعد ما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي سأل الله أن يسترني وإياك في الدنيا الأخرى يا رب العالمين نطلب دعا أختم بهذه الحلقة ونكمل في الحلقة القادمة مع صفات المتقين بإذن الله اللهم استعرق لنا إن يجعلنا إياك من المتقين اللهم أجعلنا من المتقين اللهم أعيننا على تحقيق التقوى يا أرحم الراحمين واجعلنا أهلا لها ولا تحرمنا حقيقتها وحقها برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد وعلى أهل وأصحابه الله مستجب تقبل رب العالمين شكرا لكم سيد وننتقوم في الحلقة القادمة إن شاء الله مشاهدين الكرام مستمعين العزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية حلقتنا في برنامج إننا عاملون أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم فضلة الشيخ الإمام محمد حسان وحتى يضمن لقاء الجديد أرقوا منيات وعطرتنا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء نازلنا مع التقوى أسأل الله أن لا يقطعنا عنها يا رب أمين الحديث عن ثمارات التقوى حديث حلو بحلاوة هذه الثمارات إن الله يحب المتقين والسؤال ماذا لو أحبك الله ما نقول نحب سيدنا النبي هل هذا أمارات وعلامات هناك من يذهب لزيارة النبي ومن أهل التقى من يأتي النبي لزيارته وهو القائل بأبي وأمي وروحي من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثله أيها المسلم إنا عاملون بالكتاب الحق الحق إنا مؤمنون نرتضي نرتضي قولا حكيما طيبا طيبا إننا لله دوما خاشعون 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر